تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد اليوم راح أتحدث عن كاميرا سوني RX10 الإصدار الثالث والرابع قبل بداية أدعوكم للاشتراك في قناتي ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين بتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي قربت أصل 100 ألف مشترك فعملياً بطلب من الجميع أن يقوم بالتشجيع ودعم هذه القناة حتى نتخطى هذا الرقم وإلى رقم أكبر أيضاً أدعوكم لمشاهدة سوى تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفلكر الرابط في الأسفل الصور هناك بجودة عالية وخلال هذا الفيديو سوف أعرف بعض سوى تجربتي لهذه الكاميرا فبداية سوف أتحدث عن أمور تقنية وبعد ذلك الفرق بين الإصدار الثالث والرابع وأي إصدار أنصح ورأيي شخصي بهذه الكاميرا فعملياً هذه الكاميرا تأتي مع مستشار 1 إنش الكاميرا تنتج صور بحجم 20 ميجا بيكسل حسية الحساس أو مستشار الضوء تمتد بين 64 ISO حتى 12800 ISO هذه الكاميرا تأتي مع عدسة ثابتة والزوم أو التقريب البصري هو يمتد بين 24 ميلي إلى 600 ميلي والآن سوف أقارض فيديو يوضح مجال الزوم الهائل أو الكبير لهذه الكاميرا وتلاحظوا أن مجال الزوم هو جداً واسع فعملياً هذه الكاميرا نستطيع أن نقول أنها كاميرا شاملة فهي مناسبة لتصوير أي شيء فتحة العدسة تمتد بين F2-4 وحتى F4 الكاميرا تحوي على مقلل اتزاز أو مثبت بصري الشاشة في هذه الكاميرا قابلة للطي وهي بحجم 3 إنش وأيضاً الكاميرا تحوي على منظار إلكتروني أيضاً الكاميرا تصوير سلو موشن بسرعة 660 إطار في الثانية في هذه السرعة سوف تحصل على سلو موشن جداً جداً رهيب أيضاً هذه الكاميرا تصوير فيديو بحجم 4K وبسرعة 30 إطار في الثانية وأيضاً تصوير Full HD بسرعة 60 إطار في الثانية هناك إمكانية وارلس وبلوتوث في هذه الكاميرات وزن الكاميرا تقريباً 150 جرام هناك منفذ لمايكروفون وسماعات خارجية في هذه الكاميرا أيضاً هناك منفذ لميني USB وأيضاً منفذ لـ HDMI لإيصال الكاميرا بشاشة خارجية وهناك منفذ واحد لكروتي الذاكرة من نوع SD Card والآن إلى السؤال المهم هو الفرق بين الإصدار الثالث والإصدار الرابع فعملياً الفرق الأساسي هو السعر فسعر الإصدار الرابع هو 1750 دولار وسعر الإصدار الثالث هو 1120 دولار أي تقريباً هناك 500 دولار فرق في السعر وهذا مبلغ ليس بسيط طبعاً يتبع سؤال آخر هل هناك فرق في الأداء من ناحية جودة التصوير وجودة الفيديو الإجابة لا يوجد أي فرق لن تلاحظ الفرق في جودة الصور أو في جودة الفيديوهات فهناك بعض الفرقات التقنية بين الكاميرتين ورأي الشخصي هذه الفرقات لا تؤثر على أداء الكاميرات والفرقات هي الكاميرا تعمل باللمس الإصدار الرابع يصور 24 صورة في الثانية في تصوير العادي أما الإصدار الثالث فيصور 14 إطار في الثانية طبعاً البعض ستقول 24-14 هذا الفرق جداً كبير ولكن من خلال تجربتي وعملي في مجال الرياضة وبكل صراحة 10 إطار في الثانية هي أكثر من كافية فـ 24-14 في النهاية على أرض الواقع لن تستخدم هذه الأرقام أيضاً الفوكوس في هذه السرعة لا يعمل بشكل مستمر أيضاً في الإصدار الرابع هناك بلوتوث الإصدار الثالث لا يحوي على بلوتوث والفق الأخير وهو مهم من وجهة نظري هو أن عدد نقاط الفوكوس في الإصدار الرابع هي 315 نقطة فوكوس أما الإصدار الثالث هي فقط 25 نقطة فوكوس ولكن هذا الفرق أيضاً لن يؤثر على جودة الصور وجودة الفيديو فعملياً هذه الفرقات لا تساوي 550 دولار يعني لو أنه أنت تدفع 550 دولار زيادة ورح تحصل على نتيجة أفضل بنصحك أنك تشتري هذه الكاميرا قبل قريباً شهر رجعت كاميراة Panasonic FZ-2500 وذكرت أنها أفضل كاميرا شاملة ممكن أن تشتريها وطبعاً سوف يكون السؤال من أفضل سوني RX 10 لإصدار الثالث أو الرابع أو Panasonic FZ-2500 نح جودة الصور وأداء تصوير الفيديو سوني أفضل ولكن هناك فرق في السعر فعملياً Panasonic سعرها تقريباً 900 دولار والسوني RX لإصدار الثالث سعرها 1202 دولار طبعاً لا أنصح بشراء سوني RX لإصدار الرابع وضحنا الأمر السؤال أي كاميرا أنصح؟ الأمر مرة أخرى برجع على ميزانيتك إذا ميزانيتك تسمح أنصحك بشراء سوني RX الإصدار الثالث إذا ما تسمح اشتري Panasonic فهي أيضاً اختيار جداً ممتاز جودة الصور في سوني RX الإصدار الثالث والرابع هي جداً ممتازة مرة أخرى شاهدوا الصور ولاحظوا حدة الصور فهذه كانت مراجعة سريعة لهذه الكاميرا أي شخص عند السؤال يتعلق في هذه الكاميرا أو أي شيء يتعلق بالتصوير ممكن ترح سؤاله تحت أسفل هذا الفيديو أو في موقعي أبوميلاد.com ومرأة أخرى أدعوكم للاشتراك في قناتي ومشاركة هذه القناة مع الآخرين في النهاية أتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء ما تحياتي أبوميلاد